المانيا يوم 15 مارس خلي بالك يوم 15 مارس الف اصابة النهاردة 21 مارس قصرت الالف يوم 15 بعد ست ايام النهاردة 21 800 21 800 يعني المحتاج 21 800 سرير ويقعد في السرير اسبوعين وبعد اسبوعين يقعد 48 ساعة عشان ناخد منه عينة ونشوفه اخباره هل احنا عندنا 21 800 سرير ده هل الاصابات خلصة كده في المانيا لأ بكرة 25 بعده 30 وهكذا ومين اللي هيموت ومين اللي هيعمل يعني ما بقتش تقام صلاة جنائز على الميتين بفيروس كورونا وبقى فارجوكم بالرحة مش عايزين نوصل لمرحلة ده والحل بسيط بالولاسب خد احتياطاتك كممات جوانتيات الرش على طول روح شغلك خلص مصلحتك ارجع عوض في بيتك ماشي كده واول ما تدخل الجزم على بره البيت كلام من الاجراءات العادية خش خدوش اخسن نفسك الغيار يتغسل هنعمل ايه الاسبوعين كده نعمله ببساطة اتغزة كويس نم كويس ماشي ويه الاجراءات العادية ويه ربنا يعافينا كلنا البديل يا اخواننا مخيف البديل مخيف وانا عمري ما بقى لي اكبر بس انا الاملة تقتضي ان انا حطك في الصورة بيان وزارة الصحة النهاردة اعلن ان هناك تسع اصابات جديدة طبعا امبارح كان عدد اكبر اول امبارح اكبر تسع النهاردة كويس الحمدلله اه بس في وفاة حالتين تعرف الجزائر عدد الاصابات اول امبارح كانت قليلة وزارة ومن الزبط الصحة العالمية حالة 75 حالة بس قالك التفت لحاجة مهمة جدا الوفاية التمانية يعني عشرة في المية بيموتوا يعني لا قدر الله هذا الشعب العرب الشقيق ربنا ما يكتب عليه لو اصيب مليون هيموت بيت الف دي كارسة كمان احنا مش عايزين الاصابات يقابل عدد وفاة كبيرة ربنا ينجون خلي بالك قد ندخل على اجراءات اقصر قصوة اه قد بس انا ما اقدرش يقليك ولا فزعك انا لقوا مسل الحكومة هنا بس لو استمر حالة الاستهبال دي والهبل اللي انا بشوفها عنده جزء معالم المواطنين لا اقفل بقى الشرط هيقفلك لا ممكن يقفلك القرية دي المدينة دي بس خلاص برنامج المصر فندي مع الاعلامي محمد علي خير الخميس في الساعة الثامنة والنصف مساء الجمعة والسكت الساعة الثامنة مساء على القاهرة والناس اهلا بكم في الحاصمة اهلا بكم في الحاصمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة